ثلاث مهم لا نقوم بفوتوشوب لا نقوم بفوتوشوب لم يكن هناك نشياء بكتورية و نستعمل الإلسترائتر لا نقوم بسيطة و موبايل بفوتوشوب لم يكن هناك نشياء بروتوتيوب نستعمل Adobe XD ولا نقوم بسيطة كتبات و مجلات في فوتوشوب لم يكن هناك فنكسيوليتين تلك المستشيطة الموجودة في الوالم لذلك نستعمل Adobe InDesign اما لو كانت تحب تحب تقديد صورك سترقى روحك تنجم تقديد صورك بالفوتوشوب وباللايتروم لذا اذا اذا اردت ان تستعمل فوتوشوب او لايتروم كمانتي واللوطة مداني، هل يستعمل فوتوشوب او لايتروم؟ وفمك انا اخيرا جدا تصاوري بالفوتوشوب او لايتروم كنت انت انسان جديد في الاديتنجز ماذا بيك تبدأ باللايتروم على خاطره اسهل لبرامتر تحت بعضهم ويعطيك القابلية انك تستعمل تصاور مع بعضهم سينوك انت انسان برو في الاديتنجز وتحب تخرج التصوير او لدنين طيارة على الاخر وننصحك تستعمل الفوتوشوب على خاطر التوالي المتطورين اكثر من اللايتروم هناك نصيون ليرز معنى تنجم تضيف حاجات للتصوير لا يوجد موجودين فيها من الول مثل تضيف بوست خالة او ضو سينوك تنجم تقوم بناتهم معنى تبدأ الاديتنجز في اللايتروم تبدأ الالوان بعد تنجم تنزل ادت ان فوتوشوب وهكيك تمنتج التصوير في الفوتوشوب اذا كانت الفرق بين ايفون 3 Pro ولا كاميرا بروفسيونيلا لا يجب ان تستعمل في ايفون 3 Pro كيفيش تصويرك لا تدهلكش على البلاكفورم الحقيرة انستغرام الا فيسبوك فبت للانتقال تحبط فول هشد يعني 1920x1080 وكي سبحان الله وديت وحبيت تحبط ريزوليسيون اكبر من فول هشد فتكاة باريسانبر تحبطتها بابليكاسيون اسمها لايتروم وجاوكس تزيد فما ثلاثة انواع متعقصان قصة الاولى هي انك تمشي من البلاو ا للبلاو با القصة الثانية انه صوتك يخلط قبل التصويره والقصة الثالثة انه التصويره تخلط قبل صوتك اذا كانت حب تعرف اشتركوا في القناة